موسيقى اليوم سنتحدث عن موضوع مرتبط بالعلاقات المغربية الجزائرية هذا الموضوع الذي يستهلك مننا الشيء الكثير فيما يتعلق بكل طرف في أن يدافع عن موقفه وعن معتقداته وعن آرائه ولكن المناسبة اليوم ليست هي من أجل شحن المتلقي أو تأنيب الشعب المغربي على الشعب الجزائري كنا طلبنا في هذا المنبر في مناسبة سابقة إبانا دعوة الملك إلى المصالحة وإلى فتح الحدود على أن متطلبات إعادة هذه العلاقات إلى طبيعتها يتطلب نوع من الهدنة الإعلامية إن صح التعبير بعد ذلك لاحظنا العديد من الإشكالات التي وقعت وأدت إلى قطع العلاقات المغربية الجزائرية ديبلوماسيا من طرف واحد عند الخطاب المعروف للسيد العمامرة اليوم أريد هنا أن أنبه إلى دور النخبي والأكاديميين والفاعلين غير الحكوميين نلاحظ بأن كل دولة من ناحية رسمية يتقوم بما تراه مناسبا في سياستها الخارجية بالرغم من ومع الأسف أن الأشقاء الجزائريين لم يستجبوا لأي مبادرة فيما يخلق التقارب بين الشعبين وفيما يحقق طموح الاتحاد المغاربي وبالمقابل نلاحظ أن المغرب بالإضافة إلى دعوة اليد الممدودة وبالإضافة إلى كل ما وقعه وفي وقت العلاقات الدبلوماسية مقطوعة يقوم جلالة الملك بتعزية الشعب الجزائري وعائلة الفقيد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليق ما أريد أن أشير إليه اليوم هو تلك المبادرة التي قامت بها مؤسسة الفقيد تيطواني باستدعاء شخصيات علمية أكاديمية من دول المغربي والجزائري وتونس وحضيت بشرف المشاركة في هذا اللقاء إلى جانبي الزملاء بصفتي رئيسا للمركز المغربي الدبلوماسي الموازية وحوار الحضارات أعتقد بأن مثل هذه المبادرة التي تحدثت ليس عن الشحن وليس عن القطيعة وليس عن وضع المزيد من العراقيل والقلاقل فيما يتعلق بعلاقة الشعبين المغربي والجزائري ولكن هي تتحدث عن المستقبل وتتحدث عن اللامغرب عربي كبير وتتحدث عن الخسارة الممكنة فيما يتعلق باستمرار قطع هذه العلاقات أثارني في هذا اللقاء الذي ترأسه كل من الصديق بوكر تتواني والأديبة لطيفة باقة تسيرا محكما تسيرا بناء شارك فيه سوسيولوجيون مهمون وعلى رأسهم السوسيولوجي المغربي المقتدري والبارز الدكتور دريس بن سعيد والسوسيولوجي الجزائري مصطفى رجي هؤلاء الذين تحدثوا على أن البنية المجتمعية في البلدين هي متقاربة وتحدثوا على أن التصوف بإمكانه أن يجمع بين المعتقدات التي تؤدي إلى نوع من الانسجام بمعنى أن الطرق الصوفية هي نفسها بمعنى أن التراكم الفكري في هذا المجال هو نفسه وبمعنى أن البعد الديني له قدرة في تبديد بعض المشاكل العاطفية أو السياسية أو الاقتصادية الممكنة أذكر هنا كذلك الصديق ياسين عدنان الأديب الذي له علاقات كبيرة فيما يتعلق بالعلاقات التقافية بين المغربي والجزائر والذي تحدث بحرقة عن هذه القطيعة والذي أشار إلى مجموعة من الكتاب المرموقين في الجزائر والذين هم كذلك يرفضون هذا الوضع في التفرقة بين الشعبين الأهم كذلك حينما يتحدث الباحث والديبلوماسي المقتدر السيد نور الدين بوشكوج بوشكوج الذي بلغته الدبلوماسية وبلقاءاته مع شخصيات جزائرية أصر إلينا فيما يتعلق ببعض الأمور التي تتعلق بالقيادة في الجزائر والتي هي لا ترفض من حيث المبدأ هذا التقارب ولا ترفض هذا الوئام بين الشعبين المغربي والجزائري بالخصوص أن مجموعة من القادة وعلى رأس بوتفليقة كان يعيش هنا في المغرب وبالتالي فحينما يتحدث هذا الديبلوماسي ويقول بأن البناء الأساسي للتطلع إلى المستقبل هو أن لا يتدخل المغرب في شؤون الجزائر الداخلية السياسية والاقتصادية والاستراتيجية وكذلك أن لا تتدخل الجزائر في الشؤون الداخلية للمغرب السياسية والاقتصادية والاستراتيجية وبالتالي فهذه النظرية هي أساس في نظر هذا الديبلوماسي لكي تكون العلاقات ثابتة وقوية وتلبي طموحات الشعبين الشقيقين منصف سليمي الكاتب الإعلامي الذي يخبر هذه المنطقة والذي كما أشار في كلمته هو مواطن مغاربي وليس فقط مواطن تونسي أشار كذلك إلى أن التقارب هو الأمل لهذه النخب وبأن التقارب هو الذي يمكن أن يخلق موقعا تفاوضيا قويا للبلدين ليتمم السيد حسن العرفي الاقتصادي المغربي المعروف ليقول بأن تكلفة لا علاقة طبيعية مع الجزائر هي تؤدي إلى ضياع نقطتين في النمو ليس للمغربي فقط أو للجزائر فقط بل لهم معا وحينما نتحدث عن نقطتين في معدى النمو فنقطة واحدة هي تؤدي إلى خلق 30 ألف منصب شغل بمعنى يجب على الشعبين أن يدرك إلى أي حد نحن نهدر الزمن التنموي ونهدر زمن التنمية ونهدر زمن التطلع إلى الأفق المشترك سيما أن المغربي مكمل في بنيته الاقتصادية والفلاحية والسياحية للجزائر والجزائر مكملة للمغربي فيما يتعلق بمجال الطاقة وبمجال التصنيع الذي راكمت فيه الجزائر الشئ الكثير ضمن استراتيجيتها الاقتصادية الوطنية أقول هذا الكلام وأنا الذي وقعت في فترة سابقة على عريضة من أجل فتح الحدود وأوقع اليوم على عريضة اليد الممدودة التي تقدمها مؤسسة الفقه التطواني كمبادرة بناءة يجب تشجيعها ومن هنا أقول بأن المثقف وبأن الأكاديمي وبأن السياسي لا يجب أن ينجر نحو تهيجي الإشكالات السياسية القائمة فالسياسة زمنها معروف وقد تتغير الأمور في أي لحظة ولكن المفكر والباحث والأديب والأكاديمي يجب أن يفكر بهدوء وأن يفكر في المستقبل وأن لا يقول للناس سوى الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة